قال لما تتكرر مآسينا قلت لأن هدف كل ثقافاتنا وأدياننا البدائية تأكيد حقيقة واحدة هي أن السلطة هي الحقيقة وليس أن تكون الحقيقة هي السلطة أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر نعم أصدقائي السلطة هي حقيقة كل شيء في بلداننا المنكوبة دائما بهذه اللعنة التي لا تريد أن تخرج من إطارها بل أنها تزداد ترسيخا لهذه الحقيقة وأيضا تزداد تثقيفا بجدوى هذه الحقيقة التي هي في الحقيقة خالية من كل حقيقة بل أنها مليئة بالأكاذيب والأوهام والإدعاعات الفارغة التي طالما دفعنا ثمنها غاليا وما زدنا ندفع ثمنها وكل أملنا أن نتوقف عن دفع هذه الأثمان الباهظة التي لم تسفر إلا عن ما هو أسوأ دائما وتحت شعارات دائما هي نفسها المقدس، الآلهة، الأئمة، الشيوخ، أولياء الأمور، الدين، الإسلام الحقيقي، الحق، الوطن وما إلى ذلك هذه الثنائية بين الحقيقة والسلطة والسلطة والحقيقة هي الثنائية القاتلة التي يدعي الجميع أنها الثنائية الوحيدة في جوهر الأمر واضح أن هناك رغبة دائما لأن طمس الحقائر أي أننا عندما يدعي حاكمنا أو ديننا أنه هو الذي يمتلك الحقيقة فبالحقيقة هو يحاول أن يفرض سلطته على الجميع وهذا الشيء معروف أنه يقول لك لكل عبيد لهذا الدين وبالتالي هو عبيد لرجال الدين ورجال الدين هم أيضا عبيد للحاكم والحاكم عبد لهم وهنا بعموم القصة بأكملها هناك التحالف ضمني بين الطرفين والكل فيما عدا هؤلاء هو عبد لهم وما على جميع إلا أن ينكروا أي حقيقة هم عليها مقابل سلطة الدعية لإمتلاك الحقيقة وتتقنع بقناع الحقيقة لكي تفرض سلطتها وهذا هو التعبير الدقيق لكلمة أن الدين عند الله الإسلام حسب التعبير الدين الموروط لكنه تم توظيفه توظيفا سلطانيا على مدى ألف عام بعد البأثة النبوية أو ألف وخمسمائة عام بعد انتهاء الرسالة النبوية الرسالة انتهت بوفاة الرسول ولم يعد هناك من مبرر لاستمرار هذه الرسالة واستمرار فرض هذه الحقيقة على الجميع بغض النظر عن لا نريد أن نناقش قضية الرسول وقضية البأثة الرسول أتى برسالة والرسالة انتهت لم يعد هناك من حق لأي كان وبأي صفة ولأي صورة أن يدعي بأن الرسالة لم تكتمل بعد بل أنا أضحك أحيانا وأستغرب كيف تتقبل الناس فكرة وجود داعية داعية لماذا؟ الرسالة أتت وانتهت وتمت تسليمها والبقية على الناس فبالتالي من يأتي ويقول أنا داعية هذه مسألة خارج لا يمكن أن يتبريرها دينيا بأي شكل ما يشكال إلا تلفيقا وتلفيقا وأيضا تقديم الصورة للحاكم ولرجل الدين على أنه هو الذي يمتلك الحقيقة وبالتالي يمتلك السلطة على فرض ما يراه مناسبا وأيضا فرض ما يعتقد الجميع بأنه هو الصحيح أو التأويل الصحيح لنصوص الدينية وبالتالي ليس من حق أحد أن يناقشه في هذا الأمر هنا المفارقة الكبيرة لا بأس وافقنا بأن السلطة تدعي الحقيقة وأن السلطة هي الحقيقة وليس العكس ليس أن تكون السلطة هي وظيفتها أن تمارس الحقيقة أن تنتفع من الحقيقة أن تنشر خيرات الحقيقة على الجميع ولأن كما نعرف أنه لا يمكن أن تنمو أي علاقة بين أثنين سواء حتى داخل العائلة بدون وجود ثقة ودون وجود وضوح وشفافية في العلاقات بين الجميع وإلا الحياة انهارت تماما لا يمكن للحياة أن تستمر فكيف بالسلطات والثقافات تدعي امتلاك الحقيقة وهي تنكر هذه الحقيقة فأيضا المفارقة كما أقول أن هذه السلطات بعد أن تفوز بالسلطة ماذا تفعل؟ أول شيء تفعله هو إنكار كل حقيقة وهذا متكرر بشدة بشكل أصلا مغجب نعرف جميعا أن جميع السلطات تدعي الثورة وتدعو إلى الإسلام الصحيح وهذا يدعو إلى أنه مذهب الشيء هو الصحيح وأنه الولي الفقه هو الذي يجب أن يتسايد الأمور أن يجب أن دولة الخلافة هي التي تحكم الناس وعندما يصلون إلى الحكوم وفجأة تجد بأنهم ينكرون كل حقيقة تعاكس حقيقتهم أو تكشف حقائق التي أخفوها عن الناس بالتالي تصبح المسألة فضيحة أو تتحول إلى فضيحة علنية يكتشفها الجميع لكنهم يصمتون بسبب بسبب أن السلطة لديها قدرة على البطش والاستبداد والتخلص من كل صوت معارض باختصار هذه السلطة التي تدعى الحقيقة هي في الحقيقة هي تنكر كل حقيقة هي تدعى وتمارس السلطة ومجرد أن تمارس السلطة تنكر أي حقيقة تدعيها هنا المعضلة الكبيرة دائما نجد أن هناك حركات تورية لدينا سياسيا ودينيا وبشكل عام يعني حركات بشكل أو بآخر القديمة تسمى حركات دينية والحديثة المعاصر أيضا حركات دينية لكن ترافقها حركات سياسية في الحقيقة هذه الحركات هي بمجرد أن تصل إلى كرسي السلطة بدأ بذلك تتحول ويتحول مشروعها الثوري أو مشروعها الديني لو صحت لو بالقياسات القديمة إلى مشروع لحماية الدين ولحماية هذه الثورة التي قام بها هؤلاء الثوار فهذا حتى بالحصر حديث نجد بأن الثورات الإسلامية أو القومية هي ثورات استمرت عشرات سنين لأنه تفاجأ بعد ذلك بأن هؤلاء الثوار الذين دعوا إلى قيامة أو إلى الثورة نجد بأنهم لم ينفذوا أي شيء من مطالب هذه الثورة أو مطالبهم أمر خاصة التي دعت إلى اندلاء هذه الثورة بعد ذلك يضطرون إلى الدفاع عن الثورة فقط يتضح في النهاية بأن الأمر ليس أكثر من القبض على مقاليد السلطة وبعد ذلك حماية هذه الثورة ودعما نجد أنه مجلس قيادة الثورة مثلا موجود بمعظم البلدان العربي بإعلان سقطت هذه المجالس التي تقود الثورة وهي في الحقيقة ليست ثورة ولا أي شيء هي مجرد حماية لمن قام بهذه الثورة المزعومة وهي بغض النظر عن تسميتها في الحقيقة انقلابات لا أكثر ولا أخر لكن هذا أيضا ممر مخجل أنه لماذا لا توجد لدينا ثورات دائما لدينا انقلابات عسكرية أي أن هناك الشخص يستولي على السلطة أو مجموعة من الناس يستولي على السلطة بفعل نفوذهم وبطشهم وقدرتهم على الوصول إلى هذا الكرسي العتيد الذي فتت بسببه فتت بسببه آلاف الحركات المجتمعات وجعلتها متخلفة حتى يومنا هذا السبب كما قلت هو أنه دائما نفرض الحقيقة التي تعبر عنها السلطة وهذا يؤدي بالناس دائما أن يخضعون لهذا السلطة لأنها سلطة دائما تكون غاشمة وتدعي أنها مقدسة وتنطق باسم المقدس فعندما أنت تعترض يصبح قتلك مسألة سهلة جدا ومبررة ومشرعنة إلهيا فهذا يؤدي إلى أن الناس مع الزمن فقدت قدرتها على التعبير عن ذاتها وأيضا حتى إذا حاولت أن تعبر عن ذاتها فتعبر بلغة السلطة ولغة المقدس نفسها وهذا هي الإشكال الكبيرة نحن ندور في حلقة مفرغة حلقة دينية مقدسة مفرغة بين الحلال والحرام وهذا يقول حلال ذاك طبعا هي وجهان لعملة واحدة الحلال والحرام أو الحق والباطل أو المنكر والمعروف هذه الوجوه دائما الشيطان والرحمن تجد أنه الشيطان من ألعن الشياطين لكنه يدعي الإلهية يدعي أنه الرحمن فماذا تفعل؟ هل تنكره؟ لا تستطيع سينهض أو سيقبس بوجه هؤلاء الذين تم قمعهم باسم هذا الإله أو الشيطان لأنه ناس مساكين أو عوائلهم أو أطفالهم أو علاقاتهم أو مواردهم هذه كلها معرضة لأن شطبها بالكامل في لحظة واحدة وربما شطب حياة هؤلاء في لحظة واحدة هم وعشرتهم وأهلهم بالكامل كما حدث في العراق يعني شخصيا نعرفها مجرد تطلع شخص واحد من عائلة العائلة كلها تضرر وتدمر بالكامل وهذا مساء للعراقين إذا سألتهم وعرفون هذه الحقيقة هذا اللي يؤدي بينا لأننا تسأل هل هناك ديمقراطية؟ هل يمكن أن توجد ديمقراطية في مجتمعاتنا؟ هذا أمر مستبع جداً لماذا؟ لأننا لا نفهم معنى كلمة ديمقراطية لا نفهم روح الديمقراطية الديمقراطية لا تمثل التي تسري الآن أنه حتى العزاب الدينية دخلت في اللعبة الديمقراطية بهذا أصبح الدين الدمقراطي دين عجيب غريب يعني خلطة عجيبة غريبة داخل المجتمع هو أصلاً لم يدخل في عصر حداثة ولم يفهم حتى الآن فكرة القانون وفكرة الدولة وفكرة وجود مؤسسات لكل منها هيئتها الاعتبارية وإلها استقلاليتها الحكومية وأيضاً الأكاديمية أو المعرفية يعني لم نجد لحد الآن جامعات مستقلة عن هيبتها وإلها سلطتها وإلها منظومة القوانين المنفصلة عن الواقع الخارجي أو عن الثقافة السائدة أو الدين السائد وهذا المسألة هي سبب رئيسي لأن نشوء مجتمعات منتخلفة وتحافظ على التخلف أو ترغم على المحافظة على هذا التخلف الديمقراطية بالتالي لا يعني أن تمثل حكم الأغلبية إثنية ما أو طائفة ما إنما أن تكون هناك أغلبية للبرامج السياسية القائمة على نظام حكم ديمقراطي أي أن النظام الحكم الديمقراطي لا يقوم على حكم أغلبية إثنية أو طائفية هذا موضوع آخر وهذا غش خطير جرى على يد ملوك الطوائف اللي أصبح خاصة بإراق عندنا تجربة هؤلاء يعني صارهم أشرين سنة هم مهيمين على البلد باسم أنه هناك محاصص طائفية بين الأطراف مختلف ما حاجتنا للحكم الطائفي ما شبعنا على 3000 سنة حكم قبائي قبلي عشائري طائفي مذهبي ديني إلى متى يعني نستمر مجربناها كلها على عين ورأس الإيمان والدين ولكن والإلاء والآلهة كلهم لكن يكفي جربنا يعني ماذا سنجرب أكثر مما جربناه يعني ما الذي سيعدر ما هي المتغيرات التي ممكن أن نتعذر فبالتالي علينا ندركها سواء أنت كنت مؤمن أو غير مؤمن لا بد أن تدرك هذه الحقيقة الحقيقة الأساسية أنه واضح أنه التي بساطة أنه حقيقة أو طبيعة أي إنسان سواء كان بغض النظر عن طائفة أو إثنيتة هي مو موضوع ديمقراطي الديمقراطية الشيء آخر الديمقراطية لها علاقة بنظام حكم البلد بأكمل نظام يتداول فيه جميع آراءهم وأفكارهم وهناك بتساوي مطلق بين الجميع لا معنى المطلق كلمة ضخمة لكن هو بعموما القانون يشرعن المساواة ويتم تطبيق هذه المسألة بشكل غير قابل للمراجعة وغير قابل أيضا للتسويف ولا المماطلة ولا الاستهانة القانون قانون وينتهي الموضوع تبقى بعد ذلك كل الصراعات تنحص ضمن سقف واحد هو الصراع يصير بين فقط بين أفكار وبرامج وسياسات وأحزاب غير طبيعية وعلى الناخبين الاختيار بينها بغض النظر عن أصل وفصل ودين أصحاب هذه الأحزاب ودون هذا يصبح حق التصويت والانتخاب مثلا هو فقط حق لتوزيع حصص الملكية بين الجماعات الأثنية أو الطائفية المزعومة وهذا عملية بدائية طبيعية أعتبرها يعني لم يفعل شيء نرجعنا للزمن البداي زمن الحياة البسيطة التي تقوم على المغالبة والشجار بين الجميع والأقوى هو الذي يفوز بالحصة الأكبر هذه الثقافة تنتسب إلى عصر ما قبل الحداثة حينما كان الإنسان يرث قوميته أو طائفيته بالولاد يعني هو بسبب ولد في هذا المنطقة أخذ هذا الإرث بالتالي أهوه عندما نجي نفحص الديمقراطية المزعومة لدينا حاليا خاصة في العراق نجد في حقيقة هي مجرد يعني أبارعا مجلس شيوخ لكتر وعشائر أو في أحسن أحوال مجلس شورى يتألف من أولي الأمر والسلطة والنفوذ لا أكثر وليس أناس لديهم برامج سياسية تنهض المجتمعات وتأيد النظر في كل شيء بدليل أن كبار هذا المجلس خاصة في العراق أو كرر اللي اعتبره نموذج يعني لم تجد أنهم تغيروا على مدى عشرين عام ما زالهم الكبار نفسهم خاصة برامج أن البارزاني وأن حزب الدعوة فلان المالكي وأن أسماءهم نفسهم لم تتغير إلا أضافات بسيطة وها مشي بل يعني هذا معناته شنو معناته هؤلاء لن يتغيروا إلا بالقوة وليس بالديمقراطية وليس بالحرية وحتى هؤلاء بعضهم يعني ما زال بعضهم يستنكف بأن يكونوا إلى حضور في المجلس يعتبر نفسه أعلى من المجلس وفوق السلطات فوق الدولة فوق القانون وهذه هي الحقيقة هؤلاء يفكرون بهذه الطريقة والذي يشفعلهم في هذه الطريقة هي هو الواقع الذي نعيشه والثقافة التي نعيشه فإذن الانتخابات والديمقراطية بالنسبة لنا لا تعمل حتى وين وجدت فلا تعمل لأنه السيستم بأكمله يعمل بطريقة مختلفة يعني تأشبه حتى جبناه على النظام مثلا أنت جهاز مصمم يشتغل على برنامج ويندوز أنت تجيب برنامج ثاني الشغل عليها مثلا ما ترهم فما رح يشتغل وحتى إذا يشتغل فيشتغل بكفاءة بسيطة جدا ونتائج غير دقيقة وخربطة وهذه الخربطة والإشكالات وأنواع الفساد المختلفة والتخلف المتنامي لدينا الذي يتقدم بنجاح ساحق هذا هو السبب هذا التركيبة العجيبة بين نظام حديث أو الشكل لنظام حديث وبين عقلية عقليات قديمة بدائية متخلفة قر وسطية تأتي لكي تتسيط داخل هذا النظام فما هي نتيجة شيء مخزي بالتأكيد بالخلاص لحد الآن لا توجد لدينا انتخابات حقيقية وإن وجدت فهي توجد لكي توفر لنا خيارات محدودة يذهب الناخب ليختار من بينها أحد القوائم لا أكثر وهذه القوائم هي بأكمل متشكلة ضمن نابعة من النسيج الاجتماعي اللي هو مقسم حسب الطبقات الحاكمة أو حسب العشائر الموجودة والقوى الموجودة واللي هي بأغلبها قوى متخلفة لم تتشكل من خلال نهضة حضارية ونهضة صناعية ونهضة تكنولوجية مثل بقية الأمم حاليا في العالم الغربي تجد هناك شركات عملاقة مصانع طبقة وسطة هؤلاء لهم تأثيرهم الكبير فعندما ينتخبون الإنسان ينتخبون من يمثلهم من يمثل حاجاتهم لا ليس من يمثل عشيرتهم أو جماعتهم أو دينهم لأنه القطير لم تعد مهمة الدين لماذا أدل مسألة أساسية في حياة الناس الآن إلا نحن لأننا ما زلنا متخلف فإنه هو الربط الأساسي بين الدين والتخلف يعني هذا لا يسير الدين لكن هي هذه الحقيقة يعني هو الدين موجود نتاج يعني وهنا من إفرازات التخلف أو وهنا من إفرازات العالم القديم وما زال متشبث لهذا السبب لا إحنا باقين مع القديم ولا إحنا داخلين في العصر الحديث ولا إحنا ديمقراطيين ولا إحنا حتى مستبدين مئة بالمئة وهذه صيرة يعني فوضة عارمة في كل شيء وحول أي موضوع ومجرد أن تتكلم وتقول هناك مشكلة الكوريا صرخ بها شك أنت تعتدي على الدين أنت ضد الدين ضد الإسلام ضد الدولة ضد أي شيء مهم لا تتحدث يعني ماذا أنا فعل أختم وقول المشكلتنا الأساسية هي كما قلت في البداية هي بسألة كل الأشكال الحكم وأشكال التي تعبر بها السلطة عن نفسها وأشكال تطبيق القانون كلها غير موجودة لدينا إلا الموجود الوحيد لدينا هو وجود حقيقة واحدة هي حقيقة أن هناك سلطة وأن هذا السلطة هي الحقيقة وليس أن أن تكون لدينا السلطة هي التي تفرض الحقيقة التي نحن بحاجة لمعرفتها والتعامل على أساسها فيما بينها شكرا جزيلا وآسف الله كان معكم من صورنا حسنًا لدينا حسنًا شكرا جزيلا